السلام عليكم ورحمة الله عبد الحق حديثنا اليوم عن الرجة مو دي رجة السيارة كيف تعرف لو الرجة من المحرك أو من القير أو من العكوس أو أي شيء تاني كيف تتعرف عليها وتفحصها قبل ما تصرف فلوس يمين ويسار على قطع ممكن تكون سليمة خلينا نبدأ صدق أو لا دراسات كثيرة أجريت في أستراليا على مجموعة كبيرة من السائقين وجدوا أنه الاهتزازات المتكررة على السائق بالذات في الخطوط وبالذات بعد يوم عمل شاق بتشعرهم بالخمول والنعاس وقلة التركيز وده كله يساعد على زيادة الحوادث الرجة والفايبريشن أو الاهتزاز يمكن من أصعب الأمور عشان تحددها لازم يكون عندك خبرة جيدة في تحديد العطال وفهم آلية عمل السيارة ككل فالسيارة فيها عدة أمور ممكن تسبب الرجة والاهتزاز ويمكن الأصح أنه نقول لو أي شيء يلف ويدور في السيارة والسيارة واقفة أو مع المشي فهذا ممكن يسبب الرجة فالرجة تنقسم لقسمين المحرك وتوابعه وباقي أجزاء السيارة فخلينا نبدأ بالمحرك وتوابعه إذا الرجة واضحة وتقدر تحددها والسيارة واقفة فسببها أحد أمرين إما أنه يكون تقطيع أو تفتفى يعني أحد السيلندرات مشغال بشكل جيد بالتالي يسبب اهتزاز بالمحرك أو ممكن يكون سبب الرجة شيء غير موزون بالمحرك وعشان تعرف دا ولا دا فعادة لو كان أحد السيلندرات غالبا حيصاحب الرجة تقطيع بالمحرك بالذات إذا عشقت القير وكنت محمل عليه وعادة يكون الأمر واضح لو رحت عند الشكمان حتسمع صوت سيلندر مشغال المسفير أو التقطيع ممكن يكون من البواجي من الكويلات أو من البخاخات أو لا سمح الله ممكن يكون عطل ميكانيكي داخل المحرك نفسه ولو كانت الرجة بعد تغيير سير أو جنزير تيمن أو ما يسمى بجنزير الصدر فممكن جدا وهذا شائع أنه يكون التركيب من طرف الفني خطأ خاصة لو في عمود توازن أو بالنسر داخل المحرك في حلقة كاملة عن المسفير والتقطيع بحط لكم هي تحت في المصادر طيب إذا ما في تقطيع لكن في رجة واهتزاز وإنت واقف هذا ممكن يكون بسبب أمور لها علاقة بدوران القطع وهنا أطلب منك أنه ما يروح مخك للجير أو العكوس أو الإطارات لأننا نحن نتكلم على السيارة وهي واقفة هذا القطع ما بتلف والسيارة هي واقفة ركز على المحرك وتوابعه بس حاول تعرف على أي من دورات المحرك بيبدأ الاهتزاز ثبت الدورات عليه وأبدأ بالفحص فبكرة الكرنك ممكن جدا تكون تالفة وبتلعب وبتهتز هذا أمر يبين بالعين المجردة أو أيضا ممكن تفحصها بيدك والمحرك مطفي بطيخة الجير الأوتوماتيكي أو التورك كومفيرتر أيضا سبب ومن خبرتي أقدر أقول أنه غالبا هذه الأمور تصير بعد ما أحد لسبب ما يفك الجير فالفني أحيانا يفك ويركب البطيخة بشكل غير صحيح أو يشد المسامير من طرف أكتر من طرف تاني لذلك أفضل حل أنه الواحد لما يفكها يحط علامة على الحداف وعلى المسامير وعلى طرف البطيخة لكل مصمار من المسامير عشان يعرف أي مكان كان يلامس الطرف التاني ويشد بناء عليه ولو سيارتك جير عادي ودعاست على الكلتش والرجة راحت أو الرجة زادت فممكن يكون الكلتش أيضا مراكب بشكل جيد وممكن ما يكون موزوم بالمنتصف أو ممكن تكون الفحمة خربانة وتحتاج لتغيير من الأسباب المهمة لرجة المحرك أثناء الوقوف واللي يهملها الكثير هي كراسي المحرك وكراسي الجير ممكن تكون مكسورة بالكامل أو ممكن تكون مقطعة أو طرية بزيادة أو إنها نوعية تجارية ورديئة بالذات لو شغلت المحرك أو عشقت السيارة بالذات في سيارات الدفع الأمامي وهذه أيضا عملنا لحلقة توضح كيف تفحص وتتأكد منها من الأمور الثانية اللي ما تخطر على بال أحد مروحة المحرك سواء كانت مروحة ميكانيكية أو كهربائية ممكن تكون بتلعب ممكن تكون القاعدة مكسورة أو أحد شفرات المروحة نفسها مكسورة وتسبب اهتزاز وعدم بالنس إذا عندك مشكلة في الـ VVT أو Variable Valve Timing ويكون عطلان ممكن أيضا يسبب رجة غالبا يكون بسبب انسداد المجاري تبع الزيت اللي توصل الضغط للـ VVT طبعا في هذه الحالة لو شيرت بالكمبيوتر غالبا هتلاقي فيه كود تحتاج وقتها تنظف مجاري الزيت وأحيانا تغير السلونويد عشان تحل المشكلة هذا بما يخص الرجة والسيارة واكفة لكن لو الرجة بتصير مع المشي فالأمر تماما مختلف لازم تبدأ تفكر بطريقة مختلفة تبدأ تفكر بإيش فيه بالسيارة قاعد يلف وإنت ماشي وعلى أي سرعة تحديدا أول هذه الأمور اللي حنتكلم عنها هي الإطارات والجنوط خاصة إذا الرجة بحدود 80 إلى 110 كيلومتر ارفع السيارة وحاول تشوف إذا فيه أي نوع من الاهتراء على الإطارات أو على الجنوط نفسها معوجة ولا لا ممكن تكون الإطارات محبلة أو فيها نفخة ممكن أيضا الأسلاك الداخلية للإطار تكون مكتوعة ممكن الجنط نفسه يكون مطعوج ماك الخطة أو زي كده وممكن يكون بكل بساطة أحد الأوزان انفلت من الجنط والسيارة مجرد تحتاج ميزان وترصيص أحيانا يكون الإطار وبسبب وقوف السيارة لفترات طويلة فيه شيء اسمه flat spot أو منطقة مسطحة من الإطار نفسه لأن الإطار بلامس الإسفلت لفترات طويلة لو حالة الإطار جيدة ممكن تروح الرجة هذه بعد قيادة لفترة لكن إذا الإطار قديم ناشف فلازم التغيير ارفع السيارة وامسك الإطار يمين ويسار بين الساعة 3 والساعة 9 ومن فوقه من تحت باب بين 12 و 6 وحاول تحركه المفروض يكون ثابت وحركته جدا بسيطة إذا فيه فراغ خبير وواضح ممكن يكون فيه فراغ في الأدرعة أو الجوزات أو جلود المقصات العكوس بالذات في الدفع الأمامي ممكن تسبب رجة ورجة قوية كمان خاصة بالقومة افحص الجلود إذا مقطعه والشحن خارج منها وشوف لو فيه فراغ بالعكس نفسه امسكه بيدك وهزه أيضا تأكد أنه ما يكون العكس مراكب مكانه بإحكام مطالع لبره شوي زي هنا ده ممكن مؤكد يسبب الرجة إذا الرجة بس مع الفرامل فإذا ماشي وما في رجة ودعست فرامل وصار في رجة ممكن جدا يكون الهوبات فيها أماكن أسمك من أماكن هذا طبعا يصير بسبب الحرارة الزايدة في الهوبات بهذه الحالة تحتاج أنك أنت تخرطه الهوبات والأفضل تغير معها الأقمشة وحاول كمان تغير زيت الفرامل إذا الرجة قوية وتجي فقط مع المطب فشيك على المساعدات ممكن يكون المساعد شكله من الخارج سليم لكن من الداخل خربان فحص المساعد يكون بهز السيارة المفروض السيارة لما تهزها تطلع وتنزل تقريبا حوالي مرة ونصب الكثير وبعدها تثبت لو فضلت تهتز في المساعد خربان دائما غير طرفين يمين ويسار أخيرا عمود الكردان إذا كنت تمشي بسرعة فوق يمكن ستين أو سبعين كيلومتر ويصير عندك رجة برتم معين رجة متساوية تحسها في البادي في الدركسيون أو جهة التعشيق من طرف فخدك في الجهة الخلفية للسيارة شيك على الصلبان ممكن تكون عمود الكردان ممكن تكون مفصلاتها بعمود الكردان وشيك لو في أحد الأوزان ساقطة من العمود نفسه ممكن توزنه أو تضطر تغيره بالكامل خلصنا ما أدري إذا نسيت شيء ولا لا إذا مرة تعليك مشكلة معينة وما ذكرتها شاركنا فيها في التعليقات تحت وعلى فكرة تحت أيضا بحط لكم كل حلقة تتكلم عن كل واحدة من هذه الأمور بتفصيل يارب يكون الأمر مفيد لكم لا تنسوا تسوي شيء طيب لا تنسوا من دعاكم في أمان الله